أكد وزير المالية محمد معيت أن البنك الأسيوي له أهمية كبرى للمساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية بالقارة الإفريقية جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرام جبر بحضور وزير المالية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا وأوضح وزير المالية أن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023 مشيرا إلى أنهما وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحدي اقتصادي كما أكد وزير المالية أن انضمام القاهرة إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات الدول الأعضاء في مصر موضحا أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا وأن ذلك تطوير والتوسعة تأتي بتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ يعني العالم يعد تشكيله اقتصاديا وسياسيا من جديد ومصر موجودة بقوة في كل المحافل الدولية سواء في البريكس وسيادة الرئيس بيحضر اجتماعات مجموعة العشرين وآد اجتماعات البنك الأسيوي دي فريدة من نوحة معالي الوزير أعطانا صورة متفائلة للاستثمارات في السنوات القادمة وفيه أمل كبير جدا أننا نكتاز كل هذه الصعوبات لأن الدولة اللي قدرت تعبر مشاكل وأزمات وتحديات كبيرة جدا بعد يناير قادرة بإذن الله أنها تتجاوز هذا الأمر وتخرج إلى بر الأمان إنعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي الاستثمار في البنية التحتية وقلنا أن البنك عنده 106 عضو رأس ماله 100 مليار دولار ومصر من الأعضاء المؤسسين في هذا البنك يعني من الدول الإقليمية بالنسبة للبنك من حيث التأسيس ومن حيث التمويل وبرغم أنها دولة في قارة أفريقيا ويعني لها حصة في رأس المال بـ 650 مليون دولار البنك عمل اجتماعاته السنوية حضوريا فعليا قبل كده في ثلاث دول في العالم الهند والصين وبروكسل فدي أول مرة في القارة الأفريقية يعقدها في مصر